ثمانية أيام من الاعتقال قضاها حسين سعد بين مراكز الشرطة ومكافحة الإرهاب بتهمة المشاركة بالتظاهرات لكن القضاء أطلق سراحه مؤخرا بكفالة أما فهد الذي أصيب بطلق ناري في بطنه اعتقل على خلفية المشاركة بالتظاهرات الأخيرة دون أن يعلم ما هي التهمة الموجهة له من شرطة نقلت للمستشفى هناك أعتقلوني صار الضرب ما ضرب الغرفة ما لتحقيق الدور نقلوني للمركز من المركز ثاني ومطبونا قرار ينقلوني لأدوانية مكافحة الإرهاب على أساس أنه بتهمة أربعة إرهاب كل هذا على مود حقوقنا يضربوننا عينك عينك هو عراق واني عراق يضربني وهي شيء وأنا أشتغل من الثنتين لأصمع عشر بالليل على مودة عشر تالاف دينار على مطالب حقك ويطلع وتظاهر مفوضية حقوق الإنسان في الديوانية تحدثت بلغة الأرقام عن أعداد المعتقلين الذين أطلق سراحهم وأنها تعمل في الوقت الحالي مع نقابة المحامين لإطلاق سراح من بقي منهم في مراكز الاحتجاز سجلنا بحدود 131 معتقل تم إيقافهم من قبل قوات الأمنية أثناء فترة التظاهرات أطلق أو أفرج سراح عن مجموعة منهم بحدود 119 وبالتالي بقي بحدود الـ 12 شخص موقوف لدى الجهات الأمنية في مديرية الشرطة الديوانية مكتب المفوضية وتابع كل إجراءات أطلاق سراحهم بالتنسيق مع غرفة محامين الديوانية نقابة الصحفيين تقدمت بأكثر من عشر شكاوى إلى مفوضية حقوق الإنسان ضد الشرطة وبعض الأجهزة الأمنية وأنها تعمل على إحالة هذه الشكاوى إلى السلطة القضائية كما طالبت بفتح تحقيق مع الجهات التي مارست الاعتداءات والأساليب القمعية ضد العاملين في ميدان السلطة الرابعة أكثر من عشر شكاوى قدمت إلى مفوضية حقوق الإنسان ونحن في طريقنا إلى القضاء للشكاوى على قيادة الشرطة الديوانية وعلى الشرطة الذين تجاوزوا على الصحفيين والإعلامين في تظاهرات ويصف ناشطون أساليب العنف واستخدام الذخيرة الحية ضد المدنيين بالمؤشر الخطير وانتكاس للديمقراطية في عراق ما بعد 2003 موسيقى موسيقى